بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا آخر تطورات الأوضاع في جمهورية السودان والجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهديئة الأوضاع والعمل من أجل عودة الحوار بين طرفي النزاع وإيجاد تسوية سياسية للأزمة تضمن لسودان وشعبه الاستقرار والأمن والازدهار وأكد الوزيران همية ضمان سلامة المدنيين ورعاية الدول الأخرى والعملين في المجال الإنساني كما أكد ضرورة الوقف السريع للعمليات العسكرية والحفاظ على مقدرات السودان وشعبه وأشار اسمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان إلى أن العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في السودان مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود المبذولة لوقف التصعيد ومساعدة الأشقاء في السودان على تخطي هذه الأوضاع الصعبة